وبالمناسبة هاهنا أود أن أشير إلى أمر ربما يجهله بعض الناس أن قسما من المخالفين وخصوصا المتصوفة منهم الصوفية منهم هؤلاء بناء على هذه النصوص التي هي بهذا المعنى بهذا المحتوى جاءت أو رويت عن عمر بن الخطاب فإن هؤلاء بنوا اعتقادهم على هذه المسألة وهي أن الخليفة الحقيقي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان عليا لكنه كان خليفة في الباطن وأن عمر بن الخطاب وأبا بكر وكذا عثمان كانوا خلفاء في الظاهر وكان بين خليفة الظاهر وخليفة الباطن كان هناك اتصال سري ينسقان بينهما الأمور ويتشاوران في الأمور ويخضع الخليفة الظاهر للخليفة الباطن هكذا يقول المتصوفة أو قسم منه أتذكر هذا الأمر جيدا أنني اجتمعت مع واحد من أكابر الصوفية في الكويت واحد من علمائهم الكبار من شيوخ طرقهم وقال لهذا المطلب لأنني سألته أنه ماذا تفعل مع كل هذه الدلائل والحجج المروية في الحديث والسيرة والتأريخ التي تثبت أن علي عليه السلام هو الخليفة وهو الأمير المؤمنين حقا الأمير الشرعي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا يستلزم منكم أن تسقطوا عدالة أبي بكر وعمر وعثمان إذ كانوا قد وثبوا على حق علي عليه السلام وأخذوه فقال لهذا الأمر أنه لا كان هؤلاء في واقع الأمر يعملون تحت إمرة علي كانوا معتقدين بإمامة علي إلى هذه الدرجة هذا نص كلام كان يقول يقول هؤلاء معتقدون بإمامة علي لكن بسبب أن علي مرفوض من قبل العرب فهم جعلوا أنفسهم ولاة خلفاء في الظاهر وكان الخليفة الحقيقي الذي يرجعون إليه في السر هو خليفة الباطن هو علي بن أبي طالب من أين جاءوا بهذا بناء على هذه النصوص هذه الاعترافات من عمر يقول والله ما نقطع أمرا دونه ولا نعمل شيئا حتى نستأذنه يقولون هذه الكلمات مشعرة بأن عمر كان يأتمر بأمر علي ويعتقد بإمامته لكن في السر كل هذا طبعا جاءوا به حتى لا يسقطوا عدالة أبي بكر وعمر وعثمان لا يجرموا أبا بكر وعمر وعثمان فقط يحاولون أن يجمعوا بين النقيضين بأي نحو من الأنحاء وأن لا يلتزموا بالمنهج الإسلامي الصحيح الذي يوجب على كل إنسان أن يتبرأ ممن يراه ظالما مغتصبا لحق الآخرين القضية سهلة وبسيطة أنت عندك بيت جاء رجل وأخذ بيتك أخذ حقك فهل يعتبر ذلك الذي أخذ بيتك ظالما أم لا المنهج الإسلامي يقول هو ظالم مجرم يتبرأ منه فإذا ثبت لدينا أن الخلافة من حق علي عليه السلام فإذن نفس المعادلة من جاء وأخذ هذا الحق من علي هو ظالم مجرم تجب البراءة منه ترجمة نانسي قنقر